المترجم للقناة السلج ده قد يكون خير للرأي وقد يكون شر حسب الحالة اللي انت بتشوف بيها السلج في المنام هنتعرف على كل ده واكتر في تفاصيل الفيديو المهمة ده بس قبل ما اخش على تفاصيل الفيديو اتمنى ان انتم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لأكبر قدر ممكن من الناس رؤية السلج في المنام قد تكون خير اذا انت شفت التلج ده في قوانه يعني اللي يشوف التلج في قوانه ده بيدل على زوال الهموم ده بيدل على ارغام الحساد يعني والاعداء وايضا السلج لو شفت انت فوق يعني كان تلج قليل مش كتير وكنت مبسوط به ده بيدل على الخصب ده بيدل على الرزق اللي هيجي لك في الفترة المقبلة ده هيدل على تغيير في حياتك للافضل باذن الله واللي بيشتري تلج في المنام ربما ان هو هيكسب مال باذن الله ربما في مشروع هيكون اه يعني مشروع تجاري او مشروع المشروع ده هيغير حياته للافضل باذن الله هو هيتخلص بكلام اه حسن باذن الله اللي شوف ان فيه ارض يبسى في المنام ومزروعة بعد كده نزل على الارض اللي يبسى ده تلج معناها ان فيه رحمة هتنزل وبركة فيه رزق ايضا هيجي باذن الله فيه على الشخص الرائد ده وعلى الحالم ده وعلى تغيير في حياته الافضل باذن الله واللي يشوف ان التلج نزل من السماء وغطى الارض على اماكن الزرع ده ايضا معناه فيه بركة وفيه اه رزق جاي كتير جدا للشخص ده ايا كانت الحالة اللي بيبر بيها ربما اه عمل هيربح منه ربما وظيفة هتغير حياته للافضل ربما اه تغيير في حياته للافضل ايا كانت الحالة اللي بيمر بيها طب انت بيكون التلج ده شر في الحلم بيكون شر اه في الحلم لو شفت التلج في غير اوانه ده ربما يدل على يعني ربنا يحفظكم ربما يدل على مرض ربما يدل على مصايب ربما يدل على مكروه قد يصيب الانسان او الرأي ده ده اذا كان التلج ده انت شفته في غير اوانه تمام تمام ولو شفت اه 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 التلج بيتساقط عليك تمام وربما انت كنت حزيم في المنام ده ربما يكون مضارة ليك او ربما صفر يعني انت هتصفر صفر بعيد تمام واللي يشوف في المنام ان هو النايم فوق التالت ده اعرف ان انت هتمر ببعض المشاكل او بعض الصعوبات في حياتك فحاول انت لو دخلت اي مشروع او كنت مقبل على اي عمل ان انت تستخير ربنا عز وجل او تستخير ربنا عز وجل لان في بعض المتاعب وبعض الصعوبات اللي انت هتتعرض لها في حياتك اللي يشوف ان هو اصابه برد التلج في الصيف او في الشتاء يعني انت يعني شفت نفسك ان انت بردان ومش قادر تتغلب على البرد ده ان انت يعني في المنام ما شفتش نفسك ان انت استخبيت في مكان فيه دفا او دفيت ليت نفسك يعني بردان بتموت من برد التلك معناها ان انت هتمر بازمة مالية ربما ان هي الازمة دي هتفقرك وربما ايضا تكون الرؤية دي رؤية تحذيرية ليك واللي اشتري سلج في المنام والتلج ده مدركش وداب سريع يعني انت اشتريت تلج في المنام والتلج ده داب بسرعة معناها ان دي هموم ومشاكل وهتزول بسرعة يعني انت اذا كنت مهموم او كان عندك مشاكل في حياتك وشفتي ان انت اشتريت تلج والتلج ده داب بسرعة استبشيري خير وعرفي ان الهموم دي هتزول بسرعة باذن الله التلج اللي بينزل على بلد في غير اوانه معناها ان البلد باكمالها ربما هتنزل عليها بعض العقوبة او ربما فتنة في المنطقة او في البلد اللي انت منها ولو سقط التلج عليك تمام دي بي ايضا ربما هت بيدل على مرض او ربما هتدل على هموم هتصيبك فحاول ان انت تتقرب لربنا عز وجل بالادعية وبالاستغفار واللي شوف في المنام ان فيه تلج نزل من السماء وغطى الارض في وقت لا تنتفع به الارض يعني انت فيه زرع موجود تمام وشوفت في المنام ان الزرع ده نزل عليه تلج معروفة طبعا في الحقيقة ان لو التلج نزل على الزرع ده وعلى السماء دي ربما ان هي تفسد تعرف ايضا ان ده ما فيهش خير ليك ربما فيه ظلم هتتعرض ليه انت من بعض الاشخاص ربما فيه ازمة هتمر بيها في حياتك واللي شوف في المنام ان التلج سقط على الشجر وعلى الناس والمساكين في وقت النافع ربما فيه ظلم وربما فيه بلاء هيعم على هؤلاء الناس او على الرأي واقاربه ويدل التلج ايضا على الغفلة فعلى سبيل المثال اللي شوف ان هو وقع في عصفة تلجية يعني شوفت في المنام ان انت وجعت في عصفة تلجية معناها ان انت هتفشل في تحقيق امنيتك تمام اللي يشوف ان هو وقع في عصفة تلجية معناها ان ان انت تفشل في تحقيق امنيتك واللي يشوف تلج فوق راسه تمام بس التلج ده بيزوب يعني اي شخص يشوف ان هو فيه تلج فوق راسه وفي ايديه او في او شيل تلج بس التلج ده بيدوب اعرف او ابشر بان الهوم اللي عندك دي هتزول او اه ربما في بعض المتعب ولكن هي هتزول سريعا باذن الله واللي يشوف ان هو نام على التلج معناها ان فيه امر ما مقيده تمام حباه في الله ده كان كل ما تعلق بروية التلج في المنام لو اي حد او اي شخص عنده رؤية او حلم متعلق بروية التلج في المنام ياريت يكتبها النافط عليه اسفل الفيديو علشان اه نقدر نفيد بيها نستانية ما تنسوش تشيركو في القناة وتفعلو الجرس لنشر المزيد من الفيديوهات النفاعة للجميع دمتم فرعة الله وامني واللقاء في دو اقروا السلام عليكم